اشتركوا في القناة يا جماعة كرة القدم تغيرت صارت عبارة عن ريبورتات تحس انه انت جاه تشوف بلاي ستيشن اكس بوكس تحس اللاعبين مربوطين على التوالي ويتحركون وهم مغمضين واللي يرفسوا ببطنك ما يشوت ما يشوت لا لا لحظة تمرير هنا ينطك يا قاتل يستمتع يستمتع وهو يقول لك ادخل انا والكرة بالهدف هل هذا الشيء موجود في عالم كرة القدم العراقية انا ياكم ضي عارف تعالوا خلي نشوف كرة القدم يا جماعة خلقت جماعية انت تجي تشوف المنتخب احيانا لا حاسد شم لا سمع لا بصر تشوف اللاعب وحيدا يلعب ما يشوف اللي حوله مثل هذه لحظة تمرير قاتلة تخلي مهند هنا يطلع منطوره يدمرر لا يشوت كرة انطلاقة للعراق ميمي تقدم هذه مو مشكلة لاعب هذه مشكلة كل المنتخب العراقي كل افراده لحظة تمرير قاتلة من ميمي هنا لو ممرر كان غير احداث مجرى المبرامة من بحرين لكن لا ما مرر وغانا وكذلك السينيكال والانتلاق على الجال يمنى همام طارق عنده الكرة همام يحاول يمر من امام علي بعلول همام يدخلوا همام يدخلوا هسا اوكي هذا اللي نتكلم عنه اللي هو فقدان حاسة السمع والنظر والبصر تدشوف اللاح والتمرير قاتلة سدد نغفر للموضوع لكن هنا شنسوي كثير هيتش لقطات راح تشوفوا اللاعبين يندبون حظهم بالمنتخب يطلب الكرة باللحظة المناسبة ما يحصل عليها اذا سمعت اسم لاعب تحبوا غلسوا ركزولي على الهندسة الذهنية للمتخب الوطني العراقي ليش ما نستغل هذه المساحات ليش مو لعبنا جماعي ليش فردي الجواب لانه اساسنا فردي مو جماعي قاتلة مقاتلة الاهم الاعز الاولى انه اسجل هدف ولا امرر التمريرة هنا تصنع لك هدف انا عرفت لكم لقطات بالبداية هذي مو اي لاعب يسويها هنا لاعب متأس الصح يشوف هذا اللاعب ينطلق ينطي كرة يقول انفرد فضل هكذا هدف قدم قدم اعتذارات انت مسدد من ساحل العاج وهذا شبه الجزيرة العربية يعني جهد الفريق كلها ضيعة ما تتعامل مع هذه الفراغات مع هذول اللاعبين الموجودين ليش يعني هذا تحتاج انا اقولكم تحتاج لتقنية ذهنية جماعية اساس اللاعب العراقي متأسس فردي وليس جماعي اندو بحظكم اندو بحظكم لحظة تمرير قاتلة مثل هذي كذا تغير مجرى المباراة امام البحرين تشوفون واحد اثنين خطيرة جدا وعنده خيارات واحد منا واعد منا لا يترك كل هذول ويقرر يسدد على ام هاوي وهنا ثانية مثلا هنا هم مهدي كامل هم كان بالامكان يمرر تشوف الفراغات يسدد من عفج لكن لا اه ما يمرر هنا اه اه الاخ هنا بالأولمبي كرة لحظة تمرير قاتلة هدف مية بالمية هدف لا ما يمرر طخت بقرأس يراوق يقول انا اللي سجلت مو ربعي مو صاحبي اللي سجلت لا انا اللي سجلت او لا هو ما يشوف وهذا هو الاولى انا اعتقد هو ما يشوف حازة السمع والبصر والجم مفقودة بينما سابقا لا نشوف الكرة تمرر على المرتاح وانت مغمض تشوف صناعة صناعة هدف مثل هذه ما تحتاج لها إلى فلسفة يا حبيبي كرة مثل هذه ما تحتاج فلسفة هذا هدف 100% وهكذا يا شباب تشوفون اللقطات وحدة الواء الأخرى الضيع من المنتخب العراقي هداف بسبب كرات احنا نحتاج إلى أن نأسس لاعبنا جماعين يا جماعة اتعلموا على التمرير الريد تمرير يجب أن تحدث في العراق ثورة تمرير سلم واستلم صح يجب أن يتعلم اللعب العراقي أساس وأبجديات أسس وأبجديات كرة القدم فلتزال مني يا جماعة أنا لما أتكلم بهذا الطريق أنا مجاي أن تقص من تأريخ الكرة العراقية على رأس التأريخ وأهل التاريخ وربع التاريخ لكن نحن نتكلم عن أسلوب كرة قدم اعتمدة ولا زال يعتمد منذ سنوات طويلة عن الكرات الطويلة والفردية في الأداء اللاعب العراقي يحب يتبهرج داخل أرضية الملعب يحب يصفقون الجمهور ويحب الإعلام يحكي بيه والصحافة يحكي بيه لا تكرون بعقل جماعي ما يعرفون أنه الفريق جماعيا أفضل أقوى الشرس أنت تجد حقق الإنجاز من قلب الحدث تاخذ من عيون وحلق الأسد أكبر فريقة مرعدة داخل أرضية الملعب جماعيا مو فرديا أنا فرديا ما أسوي بيك إذا كنت حتى لو كنت مست داخل أرضية الملعب أكريستيانو أكبر لاعب بالعالم اليوم إذا تجيبه تلعبه بمنظومة كروية فردية مثل هذه رح يضيع لذلك كنت تجد تشوف اللاعب المحترف اللي يجري يلعب به هيش منظومة طبعا ما يأدي ما تشوفه يأدي داخل أرضية الملعب لأن منظومة الفريق الهندسة الذهنية للفريق فردية مو جماعية وهذا أساسا شنو أساس الدور العراقي اللي يشرف عليه المدربين يعني مطورا من أنفسهم بدخلوا إحنا بحاجة إلى أنه نغير من ذهنيتنا يا جماعك وفرق فرق كل شي كبير بين الكرات العشوائية الطويلة اللي يلعبها المنتخب والفرق العراقية بالدور وغير الدوري وبين الكرة الطويلة اللي يلعبوها الإنجليز لكن يا جماعة حتى الإنجليز تركة وهذا الإسلوب تغيرت تطريقتهم بلعب كرة القدم العالم تغير العالم صار عبارة عن بليستيشن يا جماعة كرة قدم عبارة عن إكس بوكس لاعبين يتحركون داخل أرضية الملعب الإكترونيا أكو أجهزة تحليل فني أكو شغل على أعلى مستوى أنت تجي أحيانا 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 تحس الفريق مربطين عيونهم يلعبون مناولات وسلم مستلم صح ولا كأنما أكو أكو بشر جاي تشوف وأكو عدى عقول بعد إحنا إلى متى نبقى بهذه الفردية لذلك أنا سويت هذا الفيديو فأتمنى تتحملوني وما أكون ذقيل على قلبكم كنت ياكم ضياء عارف ادعموا هذا الفيديو بالإعجاب أول شيء للفيديو ونوروني بالتعليقات واشتركوا بالقناة ارنوا الجرس حيث تجيكم آخر الفيديوهات بوسات التحياتي في أمان الله اشتركوا في القناة